حوّه يسحّل لك التعاون في الأعمال المنزلية كانت القصة الوحيدة اللي أكلت فيها إمي راس المرحوم أبوي اشتغل بهالدار شوي يا زلمة أي ساعدني مشان الله والله ظهري نهد من الشغل يعني بدي أفهم شو بتخسر إذا بحيت الجليات آه فهمني بس شاطر تعليف لي حالك ودغل تتبروز لي قدام هالزفت التلفزيون بس شو بدي أعمل ببخت المايل فيك أنا أي كل النسوان جوازهم بساعدوهم إلا أنا بس الغريب إنه لو كان عنا عزيمة وحب المرحوم يدللها ويساعدها والله ما بتمد إيدك ولا بتحرك صحن يا بعلي يا حبيبي اترك من إيدك بلاش يقولوا عني مش معدلة